السلام عليكم حلقة جديدة من لقبة كلاش رويال تحدي غريب عجيب اليوم حيصير بها الحلقة ومسابقات مناسبة قدوم الأعياد خليكم معنا نشوفكم حيصير راجعين إذن بالنسبة لحلقة اليوم يا أصدقائي مسابقات حنحكي عليها آخر الحلقة لأن الحلقة ما بارف شو وضعها وشو حتكون وشو حيصير بيا بس بالنسبة لفكرة حلقة اليوم طبعا الفكرة ما لجديدة أبدا كتير يوتيوبرز بعتقد أجانب عملوها ممارف عرب كمان يمكن عملوها كتير يعني بس أنا هي أول مرة بساوية أحيانا بيكون في عندك شي مثل الفاير بولت شالنج الي هو طالي هلأ تحدي الكرة النارية طبعا تحدي بتعرفوه أكيد كلاتكم وإذا بتربح انت صارين بتاخد خمسة بتاخد عشرة بعدين بتاخد خمسة عالستة انت صارت طيب بس في بعض التحديات بيكون انك انت بيعطوك مثلا مثل هالبطاقة النارية والباقي كله انت بدك تختاره وتعمل تشكيل اللي بدك ياها أنا اللي حساوي اليوم انه التشكيلة هتكون عشوائية يعني كل ما بضغط على هاد الزر العشوائي بيطلعنا تشكيلة خبيصة أحيانا ممكن تكون منيحة أحيانا ممكن تكون خبيصة فعلا يعني تحدي كتير صعب بقى اليوم لنشوف شو ممكن نساوي بها التحدي هاد اذا طلعتنا تشكيلة ربحنا من ضلع ملاعفية اذا خسرنا منغيرها لوحدة تانية بس أنا بصراحة زعلان من سوبر سيل بها التحدي بالذات لأنه كله هاتنا بنعرف قديش فاير بول كرة نارية بطاقة حلوة يعني بطاقة العالم بتحبها البطاقة العالم تستعملها هل انتوا برأيكم متر رأي لأنه بصراحة سوبر سيل عملت شغلة غريبة انه لما نزلت لنا تحديات البطاقات التانية كان دايما تروح المتجر لهون تلاقي منزلك أفر انك تشتري هالبطاقة التانية اذا انت حابب تجمعها طيب أنا بالذات البطاقة اللي بتهمني كتير أو بلاحظها بالكلام كل العالم بطلبوها بكلام ون جن جن ون يوتيوب هي بطاقة الكورنارية يعني بهذا الكلام تبعنا بلاحظ دايما انه العالم بطلبوه كله عاطي الدعم بس كله بطلبوها هالبطاقة ليش هالبطاقة ما عاطونا فيها عرض ما بعرفها ده ما أخذ على سوبر سيل بالنسبة لي طيب كيف بدي اختار التشكيلة يعني على أي أساس بما انه قناة الوان جن جن وان حتضرب رقم جديد نعم قناة حتضرب رقم جديد بالعالم العربي اللي هو انه حنوصل الف وتسعمائة فيديو كلاياتهم اتش دي كلاياتهم كام مع جرين سكرين بالعالم العربي ما هذا الرقم ما له موجود إذا نحنا أول قناة الحمد لله ما بعرف شلون قدرت اني كمل لغاية توصل لهذا الرقم كله مقاطع أو خلينا نقول 99% مننا ما عرف اذا في مقاطع أنا ما كنت طالعها مسلا بس ما انه حنوصل من هذا الرقم حناعمل 1900 أول رقمين هنا 19 بعدين صفرين بقى حنكبس 19 مرة ولنشوف شو التشكيل اللي حتطلع عنا بأول مرة أو لا مليش نكبس 16 كتار حنستعمل أول مرة 9 مرة 9 كبسات بقى انه رقم 9 وإذا خسرنا بنامل كبسة واحدة بقى انه رقم 1 فكرة مقبولة يمكن إذا 9 كبسات بشان معنات 19 1 2 3 4 5 6 ما حتطلع 7 8 9 إذا هاي هي تشكيلتنا يا حبيبي على هل تشكيل مراية وسباركي ومورتر لا 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 شو هات مراية وسباركي ومورتر شو بدي نعمل فيهم هدون ما بعرف لنشوف شو لهم بدنا هالخبيصة شو لنعمل في هالخبيصة والله تحدي صعب وبارل وسكيلتون وفايربول يا حبيبي يا حبيبي هنزجل شو هذان بسلا. الآن مباين ما عشو يلعب ها هتطلب من هون بدنا نحاول نحاول نلاقي حل محصة من الكورونارية متلبك يعني ما دعرفان شو يساوي بالهجم اللي هو هجمنيها لكن المسكتير عم بدرو بالقاعدة تركتهم مشان شو مشان نزل المورتر وشوف المورتر شو ممكن تساوي هنزل السكيلتون ليغطوا المورتر شوي وابعت غولن بارل مشان يقزوا شوي بالهجوم اذا متصير اللوج جاهز صارت عنده اذا ما عم نقدر ما عم نقدر ما عم نقدر نطلع من المأزخ اللي احنا فيه عنده كورونارية طبعا بايده عنده كورونارية هنزل له واحد هون ان شاء الله ما يضرب الكورونارية هلا موزهج هتكون نوعا ما انا يمكن اضرب الكورونارية بالله ام بقدر ازيك هنو ام بقدر ازي شوي وهذا خبر منيح هنزل الاكسيكيوشن من هجها حتى لا يموت بالكورونارية اتوقع فيه هوك جاي هاي خاصمنا جاي لعنا بسموت شوي معلش بسموت شوي مشان نزل المورتر هلا بشكل هجومي بسموت شوي كمان اكتر كمان اكتر ويلا لا 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 هنزل الاليت احزيee انا في تشكيلة يا حبيبي س fatigue استعمل اللوغ هو بتذكر وهي مورتر وهي كرة نارية يلا ضرب يا ضرب يا سباركي لا سباركي ما ضربت بل أكل الطربي الحالينا بنحاول نضغطه بأي طريقة ممكنة لهذا اللاعب بأي طريقة ممكنة برجع بقول 27 ثانية هنزل هذا هون دعني استعمل اللوغ استعمل اللوغ أحسن استعمل اللوغ أحسن استعمل اللوغ استعمل برل الثاني تبع المراية مع كرة نارية هاد هو أمل يبقى لأخذ التاور ما أبعرف بي نجحها الأمل ولا لا ما نجح الأمل 247 247 إذا تشكيلتنا رقم 9 اللي هي برقم 9 فشلت جدا 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 من قل له جود جيم لللاعب اللي ضدنا إذا تشكيلتنا الأولى فشلت التشكيلة التانية هي كبسة واحدة تعالوا نشوف حزنة شو هات شو هات ثلاثة سبلات صغيرة بس بتضلها بتضل أحسن التشكيلة الأولى بس اللعبة اليوم شكلها حطة رأسها من رأسنا وبدأ تعذبنا كتير 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 نعم نعم تعالوا نشوف تعالوا نشوف شو حيصير معنا هحط الفرن هون الأغلب يستعمل كرة نارية بدي يبني هجمة بس من وين هل هي سبلت يعني من جهتين ولا هجمة من جهة واحدة هجمتين حساوي لشوف شو ممكن يعملوا الهجمتين هادا ازا وصل للتاور بيكون ممتاز ازا وصل ازا وصل ازا وصل ازا وصل عشكله بيوصل حلو لا ما عدوصل ازا البالكري دفشنا حاول حاول خلص على البالكري بسرعة تخلص يلا يلا بتوصل بتوصل ما بيوصل ما بيوصل يا حرام يا حرام لو وصل يلا ميه كرة نارية جت بوقتها هتصيب الويزرد هتصيب الالكسر كوليكتر مقبول الوضع لا على فكرة طاقت اووو بيكا لاعق بيكا ازا ازا زاب هون مشاعد انزل الابو قمبي هون اسرع شوي ما في الكسير يا الله ما في الكسير ما في sytuلكسير بالبيكا ما حينفت ما عندي غيره الامل الوحيد يعني امل الوحيد بس حيموت هآ بعد ما هيموت هالقمبل هحتل 마음 هتلحق تضرب البيكا ما بعرف بتسريع خلاها تهرب بيمكن مام الوضع سيء جدا انا احراج كبير للي ما عم بقدر ساوي شي ما عم بقدر ساوي شي بها التشكيلات حاليا والضغط مستمر الضغط مستمر الضغط مستمر هل حنطلع من هدا المأزق ولا لا هاد هو السؤال حا انقل هجومي للجهة التانية الكرة النارية بكل احوال بتصيب وين ما حطيته هاد الفرن مشان هيك بدي يركز على هجها او استنى بركي عمل شي ما عمل شي من جهز هجومنا لهجها عنده بيكا عنده الكترو ويزرد شو عنده شغلات تانية عنده فالكري وهي ميجا مينيون انا ويا عم جهز لهجمة كبيرة وهي كرة نارية وهي جاينت سكيلتون جاينت سكيلتون هيكون ممتاز اتوقع لانه لما يموت في دائز البيكا لما يموت في دائز البيكا حلو هجمتنا هالمرة احسن منها بشوي احسن منها بشوي ان شاء الله يموت البيكا بالقبلة مع ما قد طبعا البيكا وحش لا يهاب الصعاب بس هجمتنا ما خلصت وحن نظلم كاملين بالهجمة هاي فاير بول وهي زاب هجمة مستمرة وهي فرن جديد بقان ستة وعشرين سانية طائد تاورو 818 هل حنقدر نعبر ولا لا ما بعرف هنزل هون الجاينت سكيلتون خلي يسحب صديقه ايوه تمام ولكترو ويزرد يبطق الأمور بطق يا الكترو بطق يا الكترو طبعا التاور اللي فوق اليسار قدرنا ناخده صفيان ندافع دافعنا 1300 طائد بتاور المباراة صعب كتير بالوقت الحالي ندعم الجهة اليمينية بفرن ونتوقع حضور قنبلة نارية لتاورنا بأي ثانية هنزل هادا هون صحاب 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 اليسار احسن صحاب اليسار احسن وبيكا على الويزرد وحتى سريع مناسب جدا ممتاز بما معناه يعني بس قدرنا نصده حاليا وفي امل صغير بهالمباراة نارية هالمباراة نارية الممعروف مين دا يرباحها لسه صار عندي فرن تاني لقدر اتقدم شوي وهلا هو في بيكا حيحطه اتوقع هلا بدي يحطه للبيكا اتوقع هلا بدي يحطه ما بعرف ما بعرف اذا ما حطه معنا تقليق وحطه ورا اذا هجومي من هون دا يكون سبلاتي بدي حاول استعملها بشكل صحيح يلا يلا استعمل هو الالكترو ويزرد انا كان بدي يستعمل الويزرد استعمل الالكترو الخنبلة مرة تانية هتعمل شوية ازا هستعمل اللا لسه ما هستعمل شي احاستنى هدفرن عنده هجمة لانه لازم نصده اللابة كتير صعبة لازم استعمل الكرة نارية بشكل دفاعي وسريع كمان مبا استفاعي هاي كرة نارية وهيك و اعمال لي ازا كبير طائر توري 460 طائر تورو بالوقت الحالي اكبر بكتير من طائر توري اووو طائر تور اربعة فقط طائر تور اربعة فقط هلا حينوصل ولا لا ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف الوضع صعب كرة نارية بتنهينها كرة نارية بتنهينها ما بعرف ازا فين يوصل ولا لا 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 ما فيني zomb مافين يوصل صعب كتير صعب كتير صعب كتير قران نارية أسرع من ان يوصل ما حتى الخنبلة اللي هم فجرت عالتور ما بتكفي ان يذا التحدي ماشي بصعوبة كتير كبيرة ااا اعملنا التسعة وعملنا الواحد باقيان اختيارنا الاخير خلاص ما هتنغيير Nobel تشكيلة? حسب القوانين تبع التحدي? بهالحلقة الخاصة. هل الرقم تسطعش الف وتسعمية فيديو? هيكون له معنا ولا لا? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اثماني تسعة عشرة ادعش تنعش تلاتة عشر اربعة عشر خبستة عشر ستة عشر سبعة عشر تسطعش. اكسبو مع مدفع يا سلام. اكسبو مع مدفع. دعوا نشوفوا الاكسبو مع مدفع. طبعا نلعب عالم تذكروا هنا بعمل تشكيلاتهم. ما بعملوا مثلنا. بس هلأ بدنا نعمل فرق. نعمل فرق. طلعوا هلأ شو نساوي? نقدر نرجع بهالتحدي هادو. نرجع بهالتحدي هل هنقدر نرجع بهالتحدي ولا لا بهالتشكيلة? هالتشكيلة نربح فيها كل مباراتنا خلاص. اه هنزل اكسبو هون واستنى شوي شوف شو دي نزل شو دي نزل ما نزل شي ما نزل شي ونزل اه هاول خليه يوقفوا بحيث ان القنبلة يعني ما توصل للاكسبو. بيكون احسن. بيكون احسن. بشكله ما همشي الحال. بس الاكسبو ممتازة لتدمج اللي بدنا يا. اكتر من هيك مبنى من نشيف صراحة. بس كيلاتونات وينكم ليش ما هم تطلعون? ايوه تخروا كتير. يلا معلش اربعمية. وحنزل هالطريقة هاي اليت بربين على اليسار وقوبلن على اليمين. شوف شو دي نقي هو شو دي يختار. اختار اليسار. اوه. حنزل له نايت تغري ما هارحمه. هزل ضغطه هزل ضغطه بحيث انو. اه. يجين. واصل نايت. نعم. خلاص. شو بدي يكون عندو لانوا يعني .. حاجة. ولبian انقضوا من انو يروح التاور عليه. البرينس قوي اخي .. الرينس قوي .. Catalunya قوي العاب كرت بعيد ارجوك بعابكيرت بعيد بشان ناخدلك التاور العاب كرت بعيد يلا وراقه وعدتك! العاب كرت وراقه وعدتك باخدلك التاورة، العاب كرت وراقه وعدتك! لعبوا هلا لا لعبوا قدام فهمتوا شو كنت غير محاول ساوي طيب هلا بالوقت الحالي بيكون مني هزا من لاحق نتول بس الويزرد يعني مبدئيا ما لاحقنا هلا تذكروا وهو عنده بربريان نستنى يستعملون ونطلق الاليت بربريان بالجهة التانية ونطلق بربريان يلا بشيرني استعمل كرة النارية بحاولي عدل بالطاقات يلا معش الحال منيحة كرة النارية منيحة الوضع كانون ممتاز الكنون ممتاز الكنون ونايت انه في شي هلا جاي قريبا شكله يلا اخرنا التاور ممتاز لوق هجومي علينا حط ويتش هجومي جدا لزيادة الضغط في حال قدر يرجع بالدفاع هنزل هدول هون يسحبوا لا لسه 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 كرة النارية احسن لي تمام ما في داعي استعجل ما في داعي استعجل هذا هو المطلوب وصحب اليسار وامورنا بالسليم وامورنا بالسليم اذا رجعنا رجعنا بالتشكيلة التساطعش تشكيلة الالف وتسامية فيديو بقناة البودجنجنون قدرنا نجيب شغلة جديدة طيب تعالوا نكمل تعالوا نكمل يا حبيبي الله اشارة الانترنت ليش اشارة الانترنت ليش تعالوا نشوف خصمنا شو هيعملنا بها المباراة هل حقدر نقطيع عليه ولا لا هل حتكون عبدتنا قوية ولا لا هي مجرد فوز واحد وخلاص طبعا أنا أعرض المقطع كما كان وشما كان من المحدد ما يهمني فوز حتى لو خسرت الثلاثة أارضوا لكم يا أنا أحب هيك دايما أارضوا لكم كل الأشياء تكنوا الهون جدا وضع الهجومي ممتاز و وضع الدفاعي جيد وضع الهجومي ممتاز ووضع الدفاعي جيد لوح المرجاق أنقذ التور كورونارية RT روحتها فورا لم أتوقعت أن يذهب بهذه السرعة لصديقنا التاور يعني ما راح بس هو بوضع خطر فكرا بكل الأحوال بكل الأحوال نهدى شوي نهدى هنا تقريبا منيح نهدى شوي لأن الوضع خطر نحط اكسبو ونستنى كمان ثاني منزل قوبلناتو صغار حلوين وكان بالوش بشأن الكنون يقاتل يا سلام عليك يا كنون الكنون يقاتل الانفيرنو تاور وقدرنا نعمل شي منيح مبدئيا نعمل شي منيح ولمبرجاك ومالا منيح بها الحالة كمان يلا تاوروا 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 شوي أيوا تاوروا شوي بس هذا اللي بديه يلا اضرب 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 بيدا من حديد اضرب بيدا من حديد وسمى الأفعى يجري في عروقي يا سلام يا سلام يا سلام هاشتاك كسر الجهاز هاتشكله هاتشكله هاشتاك كسر الجهاز نعمل هجمة منروق شوي منروق ما بدنا نخسر المباراة يعني بعد كل هالتقدم هو يمكن انسحب ويمكن كسر الجهاز ما منعرف بس برغم كل شيء منلعب بشكل صحيح مشان نعم خلص رمى المنشفة رمى المنشفة هاشتاك رمى المنشفة يا شباب رمى المنشفة هاي بالملاكمة مثلا لما يكونوا الملاكمين عم يتقاتلوا الملاكم بيتعب كتير وهو ما بدو يستسلم المدرب طبعه بيرمل منشفة البيضاء بالهواء على الأرض طبع الحلبة وبالتالي تعني انسحاب الملاكم هو اللي بيقرر برجع القرار للمدرب انه خاف على الملاكم طبعه يصر له شيء اوه اتنين وين بيعطونا خمس بطاقات هلوه والله منيح اتنين وين بهالتشكيلة التسطعشية نعم تشكيلة تسطعشية ها تشكيلة تسطعشية تعم نشوف هلا الخصم الجديد شو بدو يعملنا حط له هاده هون طبعا يعني صد ضعيف نوعا ما بس طيب حاتركوا يدمجني مشان الاكسبو تشتغل شوي معلش حلال علي حلو حلو ممتع سهرت لنشوف شو بدك تعمل هلا انت مشان عارف شو بيعمل لك ممتاز 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 الضغط عالي جدا الضغط عالي جدا بها المباررة لفريقنا بلوقت الحالي استعمل من خوفه جوبلين بارل وعنده مرآت ليستعمل جوبلين بارل تانية ترى على الجهة التانية ما شكله نعم ما شكله خلاص كرة نارية تخلص على التاور وتخلص على المس كتير او تقلل من طائق المس كتير اذا هلا لحنا قلبنا بوضعية دفاعية بالوقت الحالي ما بعتقد انه لازم هاجم ما بعتقد لازم دافع بس هشوف يعني ما احكم هلا هستنى شوي شوف المباراوين هتاخدنا مبدئيا هو يعمللي شوي اتدمج بس انا خايف من الجوبلين بارل بصراحة دين جوبلين بارل موجعين وبالتالي اللي حسابي هحط اكسبو هون ليش هحطه هون يا جماعة اللي بيسألني لانه الكرة النارية ما بديها تقذي التوري على اليسار هلا الاكسبو بكل احوال هيسيب الجوبلين بارل على الجهتين بس الكرة النارية ما بتسيب التوري على اليسار نستنى نستنى الوضع خطر نستنى نستنى هاي النايت هاي النايت هاي النايت استعمل الكرة النارية على اليمين هدا اللي بدنا اياه وماشي الحال كان لازم حط كنت يحط مدفع و ايليت بربريان بس خربت بالوردر مين حطيت اول كان غلط كان لازم حط المدفع بالاول كان مع اكل ولا ضربة صديقنا التور المسكين وهلا الهجمة تبعي شغالة من الجهتين وطر يستعمل الكرة النارية للدفاع وبالتالي انا بدي حاول اضغطه بهجمة شوي بما انه اعطاني فرصة وهي هوق مع شوية قوات يلا يلا التاور 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 وهي لمبر جاك وهي ويتش اللي تخلص لنا على الجو لانه الجو يهلكنا بس تاورو عم بينقص تاورو عم بينقص تاورو عم بينقص حط الكانون هون خليه اياكل ضربة والله الجو بلنبرر ما بلفه على الكانون بس انا هلأ يعني قربت اني خليص على التاور تابعه نعم اتوقع اخدته وما اقدر اخدلي التاور تابعه لا خلاص فصلة اللعبة يا الله على هالمباراة فعلا حلقة العيد اليوم حلقة روعة يعني حتى لو خسرنا من هون احنا خلاص انا مبسطت انا مبسطت معكم بستاذ كلاش ريال الدولي اليوم ثلاثة انتصارات بتشكيلة عشوائية يعني ما عرفت تشكيلة شو هي بس والله التشكيلة بلشت حبه انا التشكيلة العشوائية بلشت لقيه وفيدة ما لا سيئة نزل هذا هون معه رفقاته ما نخليها تعمل تشارج ما نخليها تحمي تركض غيرت رأيي كرة نارية احسن وهذا هون احسن شي فينا نستعجل ابدا هذا بيرمح مفروض يموت او سهم بالاحرى مفروض ما يضرب تمام ممتاز اذا خلصت المعرك الاولى بيتفوق لالنا بشو بانه عنا مدفع نص طاقة يعني هاي هي الشي الوحيد اللي صار او والله صبنا له توره كمان بكرة نارية منيح منيح ننزل ويتش ومستنى شوي هم نزلنا كرت مرعب جدا نشوف كيف ننتعامل مع هذا الكرت ننزل كمان النايت نزله الجوبلنات لا كان لازم البيكا يضرب الجوبلنات في الاول صغار يا حرام اذا بكل احوال هو يقدر بالكرة النارية انه يقزينا شوي نشوف كيف نتعامل معه ما فين ننزل مشكلة هنا هيك اكسبو على ولا شي ما لا فكرة صح ما لا فكرة صح ننزل هذا هون يعني هايك هلا حاستعمل كرة نارية استعمل كرة نارية هات كرة نارية سوف نرى هلا ننزل الاكسبو مفروض لانه هلا وضعي منيح هلا وضعي منيح هلا وضعي منيح يا جبعة ما بده تنزل الاكسبو بقى بلاها ما بده تنزل بلاها يلا ما بدك تنزلي ملاكي الوقت الحالي نحنا بس بنا ندافع لانه وضعنا منيح ضربه 26 10 ضربات هيقدي ضربه 300 اوكي 3 ضربه 229 وهي كانون هيك وهي اكسبو هيك شكلون استسلم لا ما استسلم بيحمي الهجمة جديدة هو المرة يشوف لا ما انصاب الويزرد بالكرة النارية يا الله على هالمشكلة هاي وحاليا نحنا بمأزق لانه ما انصاب الويزرد نحنا بمأزق لانه ما انصاب الويزرد لا يا ويتش بسرعة قتل هاي مدفع يساعد بالدفاع لا شكلنا يعني مرت الازمة على سلام يا جماعة مرت الازمة على السلام كرة نارية تاخذ لنا التاور وبس بدنا ندافع بس بدنا ندافع هل هنقدر ندافع هنحط اكسبو هون عشر ثواني عنده كرة نارية بعرف نايت هون لا خلاص مهمته صارت صعبة اه اه دايقه شوي اضرب اضرب واو 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 عرفتوا شو المشكلة اوه انا عرفت شو المشكلة انا عرفت شو المشكلة اخ لمشكلة اخ لا توقع أن يصده بسهولة لديه مشاكل كثير بالصد لأنه صارف كثير الكثير في الجهة ونزل قبل المعزاوية ويلا يلا 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 الدفش مستمر ولمبرجاك نايت كمان نايت تقدم نايت هاخد تسريع هلأ وفي كرة نارية شكل الأمور منيحة شكل الأمور منيحة يا الله عدنا طيب ليش اخسرنا التاور أنا حقلكون لأني أنا من الخوف خوف المكسب أصابني خوف المكسب اللي يكون عليه من الخوف ما انتبهت أن التاور تابعي عم بيدرب البيكا وبالتالي الجنود الغزازين الجوبلنات نازلين بالتاور تابعي عم بيقضولي عليه ما انتبهت لهذا الموضوع إذا وصلنا لأربع انتصارات بتشكيلة عشوائية هاد الشي ممتاز بالعادة بتكون الحلقة انتهت من الزمان بس اليوم ما انه عيد عم اميلكون الحلقة سوبر وبذكركم خليكم معنا للنهاية لنحكي عن الجوائز الكبيرة اليوم عن الجوائز عيد خلينا نقول بالنسبة لمتابعين كلاش ريال بالنسبة له هلأ الهجمة هبلت بويتش مبدئيا مبدئيا ويتش بس شوف شو بديو يساوي اذا هنزل هدول بياكلوا ضربة الباندت وحنزل اوه على هالغلطة لازلت الاكسبو قريبة وروحت كل الخطة تابعي انا ضحيت بنص التاور تابعي ولكن الخطة تابعي انتزعت شلو انتي صلحها ما بعرف هحاول هحاول يعني نستفاد من الاكسبو حاليا انه هيدرب كل شي بس ما هيدرب التاور نعم ما بيأسر بس فهمتو شو اللي صار انا ضحيت بالتاور اليساري يا جماعة مشان ااخد التاور اليميني بس النتيجة كانت انه ما ااخده جوبلين هون يصدوا بس اللاش ايوه تمام عبدالباندت ياخد التاور معلش هاي الغلطة يمكن ندفع تمنة غالي ازا ما عرفنا نلعب يلا يا نايت بتوصل بتوصل وصل من يحو يضرب كم ضربة اوكي ماشي الحال رجعنا وقفنا شوي عرجلينة بس لسا اه ليك مرة تانية تحرك اليونيت عن محله الشاشة ما بعرف ما تساوي رب برجاك من هون راح التاور يمكن راح التاور لا 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 من لحق او بس راح تاور الكوروناريا فجان رجوك لبقى تحرك بمحلك مرجوك نتوفر الويتش بسرعة ما لحق نايت لا يوجد حال لا يوجد حال نأخذ تاور حسب ما لديه كارت بيده لكن الامل موجود وهي هذا هنا وهي هدول هنا لنزيد الضغط من الجهتين نعم لنزيد الضغط من الجهتين من الجهتين المبرجاك من هنا اوه اقدر والله اقدر يصد بس يلا اضرب 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 كمان اضرب كمان يا حرام ما اقدر يخلص على التاور ما اقدر يخلص على التاور بس اشتغل شغل منيح اشتغل شغل منيح انا خايف بقى من التاور اليساري دو حاول بلش اشتغل عليه لا اقضي اشوف في عندي شي في عندي شي اذا عنده هدول نزل له هدول وهدول الخطة مو ماشية بشكل منيح للأسف شغله شكل الخطة ملا ماشية بشكل منيح فيني اخد تاور بس ما فيني اخد تاور التاني وبالتالي ما في امل ما في امل بعرف انه التاور اليمين فيني ااخده يا جماعة بعرف بكلتين ناريتين بس ما في ممسفد شي بدنا التاور اليساري لانه تاورنا اليمين رايح رايح اذا المباراة كانت جميلة جدا اللو جود جيم للخصم طبعنا بيستاهل بصراحة حوالي جهدي بها التشكيلة العشوائية هي عفكرة تغيير كرتين فيها وبتصير تشكيلة منيحة وثلاثة كروت بالكتير يعني الثلاثة سبلات ما مستعملهم كلما في داعي طبعا هال معقول على العيد سوبر سيل بهالصندوق الصغير تعطينا ليجندري واذا مو بها الصندوق بصندوق الكراون تشيست تعو نشوف قبل ما نحكي عن جوائز اللي هيت تابعنا اول شي الصندوق الاول فيه تلاتمئة وتسعين اربعة ستة واثنين وزرت اذا ما فيه الصندوق الفاير بول تشالنج ما فيه اما بالنسبة الى صندوق الكراون تشيست اتنين 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 ستة ستة واربعين ما فيه اذا هاي كانت بالنسبة الى الصناديق طيب اللي بدي سالكم اياه بتكون يعني اعمل تحدي تاني الفاير بول بشكل نظامي واربحوا كله وحاول ان ياربحوا كله بتشكيلة من تشكيلاتنا ولا لا هذا الشي اللي تكتبول اياه تحت المقطع لا اعرف شو بتكون اما هلا بنحكي عن مصابقة العيد طبعا اليوم اعزائي المشاهدين انتو اثبتوا انكن انتو مشاهدين ان كنتو عم تشاهدونا اول مرة اهلا وسهلا فيكم بس طبعا بحكي الكمال للقدماء انتو اثبتوا انكم مشاهدين رائعين دايما كنتو شاركونا دايما كنتو تعطو لايك دايما كنتو تكتبو كومنت دايما كنتو تعطو شير انا بحكي الكتير اللي متابعيننا على القناة الاولى متابعين على القناة الثانية على القناة الثالثة قنواتنا كلها أنتوا متابعين أنتوا ناس تستاهلوا كل خير وبتستاهلوا أكبر الجوائز أنا اليوم بناسبة العيد لمتابعين كلاش رويال بهاللحظة كل اللي عندي ببرنامج وهاف حابعته لربحانين بمسابقة هالحلقة لكلاش رويال وبالنسبة لبرامج جواهر تانية حابعتهم للعاب التانية مثل برولستار وكلاش أوف كلانز هدول الألعاب الأساسية أكتر شي بالقناة حاليا يعني ألعاب سوبر سيل تقريبا مع الألعاب التانية للأسف ما لشك غالب يعني هي لابا حلوة بس ما عليها مشاهدات مبارف ليش ماينكرافت نزلناها ما عليها مشاهدات هدول اللي عليهم كمان ما عليها مشاهدات تشوفوا أنتوا بالقناة شو بيصير المهم أنا هاللايك بعطيكم إياها ونفس الوقت لتشتركوا عنا بها المسابقة لازم أنتوا تشتركوا بالقناة تفعلوا الجرس وتعملوا شير لهذا المقطع هاي مسابقة كبيرة حرام يعني الجوائز يعني الربحانين حيكونوا كتار قديش عندي ببرنامج وهاف أنا لهالثانية عندي بالبرنامج طبعا هو يلفز واف مو وهاف بس تعودنا على كلمة وهاف لأنه لما تعربوا المواقع عربته هيك بقى خلاص صنع مستعمل وهاف وفيك تسميه وافي يعني تسميه اللي بدك ياه وف وف اللي بدك ياه كل واحد يسمي دائما أنا ما عندي مشكلة بالاسماء بس لتشترك متما قلدك تشترك بالقناة بدك تعمل لايك للمقطع بدك تفعل الجرس تعمل شير تحطه فيفرات للمقطع تكتب لي كومنت بدك ايتونز ولا جوجل بلاي كارت عندي بالبرنامج أنا مية وخمسة وعشرين دولار قبل ما أصور المقطع كمان لابين ما يطلع الفائزين ممكن يزيد شوي كلاتهم هابعتهم للمشتركين الجوائز هتكون بطاقتين من قيمة الخمسة وعشرين دولار لرابحين واحد هيكون اي او اس واحد هيكون اندرويد وهيك بيكون صرفنا خمسين بقيان خمسة وسبعين هيكونوا عبارة عن خمس بطاقات عشر دولار وخمس بطاقات خمسة دولار وهذه الطريقة بنكون وزعنا من خمسة وعشرين للخمسة وبالطريقة صار في عنا كتير رابحين يعني زادت فرص الناس أكتر بتمنى الجميع يربح وبعدك تكتب لي بالكومنت بس انت بدك جوجل بلاي ولا بدك اي تيونز كارت كمان بحب اقول ما تنسوا هلأ بعد العيد ما هتفي مسابقة بالنسبة لموضوع الاسبينارات الاسبينارات خلاص هاي هي نهاية تقريبا نهاية الجيفويات تبعاتهم الاسبينارات بتلاقيهم سحب مختلف عن سحب هاي القناة او هاي المسابقة الحالية اذا بدك تشترك بقناة وونجينجين وون بلس وبدك تروح لهنيك وتشوف بقى المقطع المحطوط في مقطع مسابقة محطوط بالونجينجين وون ستور بيشرح لك شلوم تشترك بالمسابقة المسابقة الاستعتف بأكد لكم استعتفة عالة بشكل يوم يعني يكون في فائزين بسبينارات تنتهي مع انتهاء العيد اذا مع انتهاء العيد وكل عام وانتوا بخير ان شاء الله تنبسطوا بهالعيد ان شاء الله يكون نعاد عليكم بالصحة والعافية وعلى اهلكون على اصدقائكم على احباكم على الجميع وتابعوا القناة اذا انتوا بتحبوا عمر بشكل عام بتحبوا القناة بشكل عام بتحبوا الالعاب كلها بشكل عام في عنا الالعاب كتير وفي مسابقات على الالعاب التانية مشان هيك انتوا لحقوا حالكم اذا بتحبوا الالعاب بيودي انه تكون جوائز اكتر من هيك بس هذا كل شي فيني ساوي يعني عم بعطي كل شي عم بيجيني لالكن بهذا العيد يعني هيك عم ساوي هادا الشي سباشل ما حنشحن جواهر بالالعاب تبعاتنا لانه كله اتا حتروح جوائز بركي بقى بعد العيد اذا انت حابب يحصل لجواهر لك والبرنامج هيطلع فوقي اشترك بهذا البرنامج تطبيق موجود على الاي او اس موجود على الاندرويد حط كود جن جن وبتحصل على اموال مجانية كله مكتوب بالوصف وفي مقطع شرح لهذا الموضوع كمان بنصحك تجربهم كلهم ومع كوداتهم مع كل شي واللي بعجبك تكمل فيه ما بيجعك ما تكمل فيه وبتحصل يعني جواهر مجانية كان معكم عمر اول جن جن وان بشوفهم قريبا ان شاء الله كل عام انتوا بخير مرة تانية هاشتاق اساطير عمر سلام